مرحبا بكم بتاعة مطبخ النهاردة بقى هنسايح مع بعض الثامنة لان في ناس كتير اوي مبتعبش تسياحة بتحرق منها النهاردة واريكم الطريقة انا بطلعها من الفريزر مثلا الصبح واسبها كده لحد الدهر العصر تفك براحتها خالص زي من شايفين كده وبعد كده بقى باجي بالسكينة وعالحروف كده وقطعها صغير عشان تنجز معيها في الوقت مبقاش وقفة جنبها فترة فتاخد مني وقت طويل على البوتاجاز الوقت يحطاها على العين الصغيرة ومولى على النار هيتفك بقى كل الطعمها بيكون ايه عملت الابيض اللي فوق ده اللي بل هفضل اقلب فيها لحد ما توصل للمرحلة اللي هتشوفوها دلوقتي كل الابيض اللي فوق ده هتلاقيه اختفى وبقى لونه اصفر كده زي ما انتم شايفين دي المرحلة التانية بفضل برضو قلب فيها شوية كده لحد ما ندخل على المرحلة التالتة الافضل انت بتبقى واقفة جنبها عشان ما تحرقش منك او تنسيها وتطلعي شوفو هنا لونه اصفر شوية بس لسه فيها آآ يعني عاملة ابيض شوية كده من تحت يبقى كده لسه برضو محتاجة آآ تستوي اكتر هنا خلاص بقى شوفو بقى لونها اصفر فتحه جميلة جدا كده خلاص هي بقى التمان بطفي النار واسبها تاخد سخونة الحلة وسخونة الشعلة عشان لو دست عليها اكتر من كده على بال ما تبرد هيكون اتحرقت هنا بقى الصراحة سبتها ونمت فجمدت كده شوية وده اللي انا كنت اعيزها بصراحة عشان انا هعمل شوية كده مكعبات والباقي هعبيه في علبة هاخد كده في كيس كبشتين بالضبط هطلع كل الهوى وهي افردها على صنية هدخلها الفريزة ربع ساعة وبعدين يعني انا مش هدخلها تانيها وليكم هعمل ايه بس وهي اقسمها كده مكعبات عشان لما اعوز حتة سمنة صغيرة تبقى متقطعة جاهزة ما عادش حارب وهي في التلاجة معايا بالمعلقة انا مش بحب اسبها برا بصراحة بحبها تبقى جوة للتلاجة هعمل واحد كمان والباقي هاخده كده على النار يدو بيبقى دافي عشان اعبيه في علبة كده هو دوب سيحتها وهي هحطها في علبة ووشيلها في التلاجة هنا بقى اللي تحت ده المرجة او المرتة حسر ما انت بتسموها تتاكل كده تعملي بيها مش براحتكم بقى هنا بقى اشوفوا بعد ما جمدت شوية بتبقى سهلة جدا في الاستعمال بقى وهي متقطعة ومكعبات كده ان شاء الله تبقى الطريقة سهلة وتعجبكم وتبقى تعرفوا بعض كده تعملوها بطريقتنا ما تنسوش تكتبوه لأيكم في التحليقات وكل سنوان طيبين باي باي موسيقى موسيقى